السلام عليكم. اهلا بكم في شاهد وميديا. معكم كريم طارق. وحلقة جديدة هنتكلم فيها عن المشهد التشويقي الاول للحلقة تاتة وعشرين. وعن الصور الرسمية للحلقة. سبلنا ندخل في حياتنا النهاردة. ياريت لو انت مش مشترك تنزل تشترك في القناة. وتفعل زر التنبيهات عشان ما وصل لك اشعار بالحيات الجديدة اول ما تنزل. ويلا بنا نبدأ في حياتنا النهاردة. طبعا انا كنت اتكلمت عن التسريبات باستفاضة في الحلقة نزلتها من كم ساعة تقريبا هتلاقي الحلقة اللي كانت في الدسكريبشن تحت وهي الحلقة القلب قابلي ده على طول فلو دخلت على القناة مش هتطو فيها فمش هاخوض فيها تاني عشان ما تقولش وقت الحلقة على الفاضي. المشهد التشويقي كان عبارة عن كلكان بياخد يماشي في المكان السيري في افغانستان ككهف كده مكان صعب العصور عليه وبيقول له انت دلوقتي اسمك حشرة شوية تهديدات كده يعني ان انت كان المفروض تقتلني لما الفرصة كانت جاتلك لكن دلوقتي انا هقضى عليك وهخليك تخرج من هنا ناس اسمك. فما فيش كلام نعلق به كتير قوي على المشهد التشويقي ده ولكن الاهم من المشهد التشويقي وهو الصور الرسمية. فالصور الرسمية ظهر فيها حاجات مهمة جدا وهو يماش يعني باين جدا ان هو بعد مدة من الزمن يعني هو خلاص قاعد في المنطقة دي كتير وخس جدا وشعره طول ومن قطر يعني التعذيب خلاص خس وتحس ه بقى شخص تاني تماما. ولكن معاه عليشه والعم. وهنا بقى بيجي التساؤل هل فعلا هيبقى في قفزة زمنية ولا ده مجرد هل وسات لي يماش بياخدها من سبب الادوية اللي هو بياخدها منه. وطبعا يقول كان قال له انت تخرج ناس اسمك. فيعني هل يا طرى ده بقى فعلا هل وسات ولا فعلا لو قد زي ما بقوله. الاعلانات خداعة ودي حاجة احنا عارفينها وكل اعلان بتقريبا بيبقى لازم في حاجة خدعة كده بيعملوها. ولكن الاسبوع ده في يعني الخدعة زي ما يعني خدعتين كده. فموجود العم ووجود عليه شوء ميخلي الموضوع بيبدو كأنه هل وسات وبيبدو كأنه فعلا طايم جنب. فلا اول مرة بقى انا محتار مش قادر احدد ولا قادر اخد الخدعة ولا قادر اقول ان في خدعة هنا بل بالعكس يعني وفي خدعة موجودة ولكن يعني ايه اللحكتين موجودين في الاساس. فتساؤل بتاعنا هل هي هل وسه وهل هي طايم جنب. ففي يعني الاعلاء الصور بين منها كده يعني ادلة انها هل وسه وادلة انها في نفس الوقت طايم جنب. فكلنا عارفين ان العم بيفقد في الزاقرة خلاص. فازاي دلوقتي انت يعني حتى لو هو طايم جنب يعني الاسبات بقى ان هو هل وسه هو. فلو هو طايم جنب فمستحيل ان هم هيبعثوا ينقذهم يا ماش بعليشه واحد مصاب بالتوحد والعم اللي خلاص ذكرته بتنتهي. فلو طايم جنب يعني مستحيل هيبعثوا الاتنين دول. في يعني هنا بيبقى فيه اثبات ان الموضوع فيها الوسه وان هي ماش بيتخيل. ولكن في نفس الوقت تباين في الصور ان عليشه رابط حبل على رقابته كده. ورابط في الحبل ده العم من وسطه. فمعنى كده ان هو عارف ان العم ممكن يعني يسقط الزاقرة في اي وقت ويخلع منه. فاللي هو رابطه عشان ما يتوهش منه في ينقذه يا ماش يحاول يفقره وينقذه. فدي حاجة ممكن بتدل انها مش هلوسات وان هو بالفعل طايم جنب وان الموضوع طبيعي وان حصل نوعا ما تعقودات في الحفرة فهم الاتنين الواحدين اللي كانوا متاحين ان هم يروحوا ينقذه يا ماش. فالموضوع في حيرة في لغبطة. فالحاجتين والتساؤلين يعني موجودين. ولكن انا يعني هتوقع توقع منهم بناء يعني على هه شوية حاجات كده فتوقع انا هيروح ان ده كله مجرد هلوسات لان صعب جدا هيبقى فيه طايم جنب. يعني لو يماش اتأخر عن الحفرة لانه من واضح جدا انه هو يماش خس بترقى كبيرة جدا يعني وشعره طول فنشعر. فانا حاسس طايم جنب دي برضو مش حبيبها ومش برجحها ويمكن يعني ممكن تحصل وممكن ابقى غلط. انا بتكلم من دلوقتي من انه انا ككريم بفضل ايه فبفضل ان هو ما يبقاش فيه طايم جنب ولا حاجة وبفضل ان ده مجرد يبقى هلوسات من يماش وان هو من كتر المخدرات اللي خدوها بدأ يهلوس ان هو خلاص تغير ونسى نفسه وبيحاولوا ينقذه وجعل ليشه وجي العم بينقذه وخلاص والموضوع يخلاص على كده ولكن هل يطرق ايه اللي يحصل انا متوقع ده فنشوف ايه اللي يحصل والحلقة احنا في انتظار حلقة قوية جدا والحلقة اصلا متكتم عليها فالصور الرسمية مجاتش غير على حدث واحد بس وهو يماش مخطوف ومعليشه العم ومشاهد افسون اللي بتوحي برضو بخطف يماش ولا اكتر ولا اقل والمشهد بتاع حتى التشويق اللي نزل له علاقة بالصور الرسمية فما فيش جديد فاحنا في انتظار النهاردة الاعلان اللي هينزل للمفروض بقى هيدينا شوية حاجات وهدينا شوية اجابات فياريت ينزل باجابات ويبقى اعلان اوسع شوية هيدينا يجيبها على تساؤلاتنا على الاقل حتى يبقى ينينينا هل في طييم جامب ولا لأ اللي هو قفزة زمنية ولا لأ بحيث كده بقى احنا اتأكدنا ان بالفعل ده مش هلوسات من يماش يعني الاعلان هيجاوبين كتير ويبقى الموضوع اسهل بكتير فاحنا في انتظار الاعلان النهاردة ياريت توقعاتكم ايه في الكممنتات توقعاتكم هل في فعلا هي هل وسات ولا هو طييم جامب واتمنى اكون الحلقة عجبتكم ياريت لو الحلقة عجبتكم تعملوا لايك وشير للحلقة وياريت لو انت مش مشترك تنزل وتشترك في القناة وتفعل زر التنبيات عشان يوصلها بالاشعار بالحقات الجديدة وان ما تنزل واشوفكم في الحلقة الجهة ان شاء الله